موسيقى مشاهدين الكرام مساء الخير تقدم على جبهتي الموازنة والتعينات الأمنية ومراوحة على جبهة قانون الانتخاب هذا ما سجلته بورصة الأسبوع السياسية والتوقعات تشير إلى التصديق النهائي على الموازنة وإخراج التعينات الأمنية أو التصديق على الأسماء التي أصبحت متداولة في جلسة الأربعاء المقبل في القصر الجمهوري إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان أما في قانون الانتخاب فسيستمر تدوير الزوايا الحادة منعا للغرق في مأزق تقترب مهله القانونية من الوقوع في حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة جزء الأول للسياسة آنون الانتخاب الموازنة والجوء السياسي العام والجزء الثاني مخيم عن الحلوي كيف اشتعل وكيف هدأ إذن أستضيف في المحور الأول رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة بترابلوس نائبة رئيس تيار المستقبل الوزيرة السابقة ريال حسن وأستضيف المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية وعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ميراي عون الهاشن مساء الخير مع علي الوزيرة أهلا وسهلا فيك مساء الخير ست ميراي أهلا وسهلا فيك مساء الخير بيسعدني اليوم وخاصة على مسافة يومين من 8 أدار يوم المرأة العالمي بيسعدني أن أستضيف سيدتين بالشأن العام بالسياسة وبالأحزاب كمان تيار المستقبل والتيار الوطني الحر موقع وزاري من 8 سنين وقليل تحت المرأة تتبوأ موقع وزاري في لبنان وأيضا موقع رسمي في رئاسة الجمهورية له علاقة بمستشارة أولى أو مستشارة رئيسية يصار في لغط على الموضوع رح نستوضح منك الأمر أكيد بديشير إلى أنه مش لأنه نحن على مسافة يومين من يوم المرأة العالمي عم نستضيف سيدات دايما السيدات حضورهم موجود في هذا البرنامج والمفروض يكون حضورهم أكتر في الشأن العام وفي السياسة ما هيك ولا لا أكيد موافقين خليني أبدأ بالمحور الأول من هذا الحلقة قبل ما نتطرق لأنون الانتخاب وللموازنة وللواقع السياسي بدي أنطلئ من موضوع العمل السياسي بالنسبة للكون وبالنسبة لدور المرأة في الحياة السياسية بداية ست ميراي مستشارة رئيسية لرئيس الجمهورية أو مستشارة أولى حسب ما رينا يعني تحديدا خلينا نوضح اللقب شو لا زميلة زميلتكم بالإعلام استبقت استبقت الصفة وسجلت مستشارة أولى لا مستشار رئيسي اللي هو بالإنجليزي يعني ترجمة صعبة على الوغة العربية لا أنا أرادت أنه ما يكون فيه تراتبية لأنه بس تقول أولى يعني فيه ثاني وثالث هي بالنتيجة نحن كنا فريق عمل واحد حول فخامة الرئيس فريق استشارة كبير وكمان راح يعني لا بأس به حاليا يعني مستشارة رئيسية لرئيس الجمهورية يعني شو الملفات أو المهمات اللي إلا علاقة بهذا المنصب أو بهذا الموقع وعلى فكرة عرفت أنا أنه يعني هذا المنصب من مدة قليلة يعني صار فيها التايتل هذا أول شي كنتي عم تشتغلي أول شهرين بفتكر بدون تيتر معي مربوط شهرين ثلاثة كرميل أول شي نقلة يعني بنقلة نقلة على الأسر الجمهوري وبعد هنا استضاح شوية دراسة شو الأوضاع الإدارية والاستشارية الموجودة وبالنتيجة اليوم رئيس هو بده ينظم فريق عمله حسب نظرته حسب هو طموحاته دراسة شوية الأوضاع الموجودة حاليا وبعد هنا قررنا نأسس نكبر المكتب الاستشاري اللي كان معه وقته بالتكتب النيابة والوزارة نعم وأكتر دور منسق يعني وفي ملفات أنا شخصية شو ملفات تحديدا يعني هل مستشارة للأمور السياسية أم الإدارية أم شؤون رئاسة الجمهورية يعني تحديدا شو هي الملفات أو الاهتمامات يلي تقع ضمن نطاق عملك في الأسر الجمهوري عمليش أنا ملف الإدارة العامة بالعموما يعني وإصلاح الدولة ستيت ريفورم هولي لأنه ملفات من الألفين وعشرة هادي مهمات مستحيلة إصلاح الدولة لا 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 نفقها نش مستحيلة أبدا نش مستحيلة أبدا بتصير إذا في إرادة بتصير إذا في إرادة بتصير بدنا يكون في إرادة يعني هيدا هيدا المهم وين وقته وين في إرادة في طريقة لا لا منا هذا ملف قديم يعني كنت من وقت ما كنت مديرة مكتبه للعماد عون للرئيس بالرابية وتكفيت متابعة هذا الملف يعني بتضمن الطيار الوطني الحر تعودت على لقب فخامة الرئيس لأنه لقب الجنرال يعني هو اللقب يلي دايما كل المحاذبين والألصار وأنتو حتى بالبيت يعني فتعودتوا على اللقب الجديد يما بعده لقب الجنرال هو المحبب أتك لا في لقب الرسمي في لقب العاطفة بقى الرقب الرسمي فخامة الرئيس واللقب العاطفة الجنرال على كل حال كل بي لقب العاطفة الجنرال أو لقب العاطفة بابا لا هذا العائلي هذا العائلي طيب قبل ما أنتقل للوزيرة ريال حسن أنت نحكي عن نيابة رئاسة تيار المستقبل أيضا يعني كونك ابنة الرئيس معلش بحب أني شوي فوت بهذه التفاصيل يعني ألا يضفي على موقعك به الأصر الجمهوري موقع متقدم أكثر يعني ما بينظروا لك المكتب الاستشاري باقي المستشارين والآخرين أنه أنت الأقرب لأنه رح بتكون الأقرب بحكم الرابط العائلة أنت الأقرب بحكم العلاقة الأبوية أنت الأقرب بحكم العلاقة السياسية اللي هي من 11 سنة أو 12 سنة لليوم يعني من وقت رجوعكم على لبنان هيدا هل إلو وجه إيجابي أو وجه سلبي يعني بالعلاقة مع الناس إلو الوجهين إلو الوجه كل واحد مثل كبه يبقك تشوفها نصف مليان أو نصف فاضي وجه الإيجابي هي القرب أنه التواصل معه أكيد التواصل وصولي له أسرع من وعلى طول دايم يعني تواصل معه دايم هيدا هولي من الإيجابيات من السلبيات طبع الموقف أنه على طول بدأ كل الوقت أنا بدي برر أنه وجود حاوله حده بفريق عمله هو وجود مهنة ما أنه وجود بسعة اللي مش لأنه بنته أنا قاعدة معه قاعدة حده ضمن فريقه الاستشاري وهذه صعبة برهن الواحد عند السير الزيتية طبعي المهنية والنظامية والسياسية بس دايمة الناس عندهم هيدا الهاجز لو ما كانت بنته للرئيس ما كانت بهذا الموقع في أكيد الطيار الوطن الحر اللي هي عائلتي السياسية بتعرف بتعرفني لأنه بتعرفني شخصيا وبتعرف أنه أنا مع الطيار ما قبل ما سمي الطيار الوطن الحر من اللحظات الأولى مناضلة مع الطيار وموجود معهم كلهم يعني عائلتي هلأ في العائلة شوية الأكبر اللي هي العائلة الوطنية اللي عم تتعرف علي وعلى الشغلة من ضمن فريق رئيس الجمهورية وبعني بقول ما نقال الأولى ولا الأخيرة نحنا فريق عمل متخصص وعم نجرب نكون كلنا بالملفات اللي مسكينا على قدر وعلى مستوى أمال الناس لأنه مش بس أمال الناس نحنا أمالنا كتير كبيرة بالوطن ونتمنى أنه أنه نقدي ويجبنا يعني بهذا معالي الوزيرة نائبة رئيس تيار المستقبل إلى أي مدى بالتركيبة السياسية اللبنانية بتركيبة الزعامات في لبنان وبتركيبة الأحزاب حتى إلى أي درجة أنت قادرة أن تكون فعليا بموقع القرار هل تيتر نائبة رئيس تيار ولكن بالأرارات الفعلية يعني أكيد نحنا منأثر منأثر مباشرة أو غير مباشرة بالأرار السياسية يلا أخر القرار راجع لرئيس الحزب رئيس الحريري يلي هو بياخد القرارات بعد ما بيستشير أول شيء المكتب السياسي بعد ما بيستشير الفريق الاستشاري وبعد ما يستشيرنا نحنا كنواب الحزب فأكيد في عندنا تأثير هلأ فيه أوقات تأثير محدود فيه أوقات تأثير أكبر حسب الموضوع وحسب الواقع السياسي بس يعني أنا برأيي اليوم بمجرد أنه حط بي جنبه أمرأة إضافة إلى رجلين بيه كنواب رئيس لو لم تكوني منذ الأساس بفريق عمل لنقل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ثم الرئيس السنيورة ومن ثم الشهيد باسر فليحان يعني لو لم تكوني ضمن هذه التركيبة كان رح بيكون إليك الحظ أو المجال أنك تتولي حقيبة وزارية أو تدخل إلى الشأن العام من هذا المكان أو من هذا المطرح لك على الأكيد على الأكيد رئيس الحريري أخذ رهان كتير كبير علي صراحة مش لأنه ما كان عندي مخزون تقني بالعكس مثل ما حضرتك قلت أنا عم بشغل بالقطاع الخاص السوري العام اللي أكتر من عشرين سنة واشتغلت بالمالية واشتغلت بالاقتصاد واشتغلت في رئيسة الحكومة فهيدا الشي ساعد ولكن ما كان رهان أخذوا الرئيس الحريري لحتى يحطني هو الوزيرة مالية ما مسموع عني ما عندي مخزون سياسي ما عندي رئيس سياسي يحطني بهذا الموقع أكيد أكيد كان رهان كبير وهيدا الشي يعني ما كان هيا بتصور لقلي لأنه بدي برهن حالي مش بس للعالم الخارجي حتى للحزب يلي أنا بنتمي لقلو أنه أنا هالقادرة وقوم بهالوظيفة وتحربت صراحة يمكن مش بالمباشر ولكن بالغير مباشر من قبل مين من قبل مين تحربت في بعض الأشخاص من داخل من داخل يعني حرابت كلمة كبيرة يمكن ولكن في أنا بعرف كان فيه اعتراض كبير على تعيينه من داخل طيار المستقبل من داخل طيار المستقبل أكيد لأنه سؤالي اللي بيطرح حاله وقتها لأنه مينة هاي مينة هاي فهمنا عندها خبرة ولكن هل هي قادرة تقوم بهالشي وتتذكروا كان الوضع السياسي مقزوم هل هي قادرة تقوم بهالشغل بهالوضع السياسي مقزوم هيدا الشي أنا بلاقيه قرار شجاع كتير كبير من الرئيس الحريري لحتى يحطني بهيك موقع ست ميراي وجهتي شيء اعتراضات يما ما حدا استرجع لا بعد الحتالة من داخل الطيار قصدي لا ما تبوقت مناصب سياسية تسير الحزازية بس كانت كتير شجاعة أنه تقبل منصب وزارة بحكومة مقزومة مع أنه كان عم يحكى أنه إمكانية توليك حقيبة وزارية يعني بأول عهد مطروحة كانت من الحكومات السابقة يعني كل ما تتشكل حكومي أنه ينطرح حسب الحقائق اللي بتطلع من حس الطيار الوطني الحر بس حاليا بالوضع الحالي أنا مني وليه ما صارت وقتها يعني وقتها كانت مطروحة لأنه أنا مقبلت اللي قبلت فيه ليه ما علي أنه ليه مقبلت يعني مقبلت أنه ما أصرات علي يعني انطرحت هاي كفكرة بصراحة يمكن شخص شخص مثلي مش لحكومة فيه أزمة سياسية نحنا أنا بالنتيجة إنسان جاي ينجح جاي ينجح مش شخصيا جاي يساهم بنجاح مشروع يعني ما بوقتها بيكون فيه أزمة سياسية كبيرة شو ما عملت لحي أوصوا عليك ولا حيكونوا راضين حتى لو ضوات أصابيعك العشرة هيدا اللي صار بالوزير باسيل بوزارة الطاقة يعني هيدا أنا بالنسبة لقالي كان عبرة إنه إنه طرح خطة 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 كهرباء خطة الطاقة يمكن نحكي فيها بس عم نحكي بس بالمبدأ العام كل أقر إنه خطة كتير ناشحة وإنه ما اخترع شي جديد هيدول هن الخطط اللي كانوا معمولين بس تقوث عليها بشكل مش طبيعي يمكن لأنه كان فيه جو أزمة سياسية كبيرة مش ما قلع شي علاقة بتقنية إله علاقة بالسياسة والنتيجة تأخرنا سنتين على الكهرباء و24 ع 24 وهيدا الشي تأثيره علمية وعلى وضع البلد كله سوا أكيد لح نتطرق له يعني بعد عندي سؤال اللي علاقة بطبيعة مهماتك يعني لو لم تكون ابنة الرئيس وابنة مؤسس التيار الوطني الحر هل كنت ستحوزين على النسبة الأعلى من الأصوات في انتخابات المجلس السياسي للتيار الوطني الحر وهل كنت ستكونين بهذا الموقع ما ما فيني ما فيني لا بالنسبة لعضوية المجلس السياسي أكيد في شق عاطفة بس شق لنه كوني بنته لبنت المؤسس بس أكيد ما كنت أخدت سكور عالي لو ما شي أنا شخصيا يعني شو بيعني للتيار وأنا شو بيعني للتيار لأن الطيار طبيعته كتير متمردة رافض لا ما عم أخبركم شي جديد كان لا في جهد في جهد أنه فيه نقاشات صاريت وحملة انتخابية جدية على الموضوع وعدتوا أنه كل سنة بدي أرجع أبرو مع المناطق ومش لح أنسها وعدة بس سيزبط تقس شوي على كل حال يعني مش يعني هون طبعا يمكن الرابط العائلي قد يتيح فرص للناس ولكن إذا هالناس ما بيكونوا مظبوط كفؤين ما فيهم أنهم يسبطوا حالهم ويكونوا موجودين بهذا الموقع ويعبوا وهذا اللي حضرتك أكيد عملتي إن شاء الله ما عليك من وزيرة مال إلى رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة بترابلغوس إضافة إلى نائبة تيار المستقبل هل هذا جزء من تثبيت حضور تيار المستقبل سياسيا بمنطقة وبمدينة يقال إنه فيها تراجع لحضور التيار سياسيا يعني هل هذا جزء ما بعض إذا ترجمتها كانت هيك صراحة بس هل هذا جزء من مهمتك أيضا لا صراحة أكيد هلأ إذا نجحت وقدرنا نعمل شي ننشأ شي لمدينة رابلوس ونحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها أكيد هذا الشي بنعكس إجابا على التيار كوني أنا جزء من هالتيار ولكن ما في غيري ما فيه كان ممكن أشخاص كتير بينحطوا بهالمركز ولكن يعني بتصور صار عندي ممارسة بالكطاع العام وكوني أنا أصلي من ترابلوس وكوني عندي خبرة بالتعاطي مع المؤسسات الدولية وملمة بالمواضيع التنموية بتصور يمكن كان الخيار وقع علي لأنه شايفوني أنه بقدر قوم بهالشغلة نعم الترابلوس بده كتير أكيد يعني إن شاء الله نقدر ننجح بهاي وننجح بأمور تانية كمان قبل ما أخد فاصل إعلاني واختم هذا المحور ست ميراي بمهماتك الجديدة من الستة ونص صباحا لآخر الليل لأنه فخامة الرئيس يبدأ نهاره باكرا فحضرتك من الستة ونص الصبح لآخر الليل قديش بعد عندك وقت لماريا وإلي أولادك لروي زوجك لبرغل بالبنادورة والملوخية ولبريز مكانك المفضل تحقيق خاص لا أكيد ظرف اليوم لقاست الجمهورية وأكيد والعائلة يعني بتغيرتنا شوية نمط حياتنا بس الولاد وزوجة جزء من هال كنا عم نحكي عن دول المرأة بالسياسة ما في مرأة فيها تعمل سياسة إذا مش عائلتها دعمتها هلأ كمان أحظي إنه الولاد شوية كبروا بطلوا أطفال صغار بس أكيد شركتهم بالقرار على أو شرحت لهم شو الوضع وهنا بيتفهموا هذا الشيء بيعرفون أنه لحن نغير عم يتغير نمط حياتنا بس هنو يعين له الشيء وقبلين فيه نعم سترية كمان يعني قديش في وقت لدى أنا ما في ولا برغل بالبنادورة ولا ما بعث أبخ من الأساس يعني ما تغير على يوم شيء يعني ما تغير على يوم شيء دانا وراما وزين والدكتور نجاح الحسن قديش هيك متقال فين مع هيدا الوضع تعودوا تعودوا حزانة لا يعني أكيد أول ما ضرح علي وزارة المالية بقل لك كل صراحة كان الهم الأكبر هو شو حينعكس هالشي على حياة الشخصية وحياة العائلية وبنتي كانت وقتها صغيرة كان عمرها أربع سنين زلزان فكان كان قرار كتير صعب ووقتها بعدنا كان طالعة من يعني الخوف الأمني إذا بدك لأنه أنا اشتغلت عن قرب مع باسل فلايحان الله يرحموه وشفت شو صار فيه يعني كان عندي هالهاجس الأمني وهيدا الشي اللي طرحت وقتها على الرئيس الحريري أنه أنا كي بدي أقبل هالشي أنه خايفي شو هيسير بولادي ويعني فيه كان هالهاجس والخوف اللي كان عندي كيف تخطيتي لا حوله ولا قوة شو كيف تخطيته يعني أكيد وقتها بتذكر نيح أنه قال لي أي دعم بدكي نحنا حواليكي ما تخافي يعني الوضع الوقتها كان أحسن صار ومش الحال ومش الحال بختام هالمحور كيف السبيل لتعزيز دور المرأة بالحياة السياسية هل الكوتة هي مطلب لازم يقر هل لازم يكون في قناعة لدى الزعماء ورؤساء الكتل بضرورة أنه يكون فيه ولو مش كوتة بالقانون يكون فيه كوتة داخل كل حزب وكل تيار وداخل قناعة كل زعيم لإشراك المرأة أنا برأيه بتبلش بالأحزاب وبعتقد كل الأحزاب منفتحة لهالموضوع لأنه فيه مصار يعني الحزب فيه تسئيف سياسة فيه دعم معنوي ودعم تقني إنه ما فيه إنسان لحاله بيقدر يختزل كل المحاور لإلى العلاقة بالحياة السياسية الحزب بيكبر لك عائلتك عائلتك السياسية بيكبر لك مهاراتك بيحضر بكير على الحياة السياسية نوك أهمية انخراط المرأة بالأحزاب ومش نهكي أنا قدمة مبسوطة أنه تكون ستريا وزيرة سابة قدمة أكتر مبسوطة بكرمال الحياة السياسية أنت تكون نايبة رئيس هل أنت مع الكوتة بقانون الانتخاب الجديد؟ إذا هي وسيلة كرمال تشجع المرأة بتريحها نفسياً أنه نحن عندها حصة بس مش هيدا اللي بيوصلها يعني ما نتكل على الكوتة أنه بيوصل المرأة اللي بيوصل المرأة هي هي وإرادتها وإنخراطها بالحياة العامة هي اللي لحيوصلها لما حداً لحيزيح لحداً لا مرأة لحيزيح لمرأة ولا رجل 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 معادي الوزيرة هل يجب اعتماد الكوتة؟ نعم ليه؟ نعم أكيد لأنه اليوم في عوائق هيكلية بتحد من وصول المرأة إلى مجالس الانتخابية بس بمجرد اعتماد على كفاءاته صراحة المشاكل الهيكلية كتيرة اللي هي ابتداءاً من النظام السياسي الطائفي وصولاً إلى الثقافة الزكورية والأبوية الموجودة سقدم ومجتمعنا حتى لو هي يمكن كانت شاطرة وعندها بعض المهارات تمتلكها ولكن صعب تخترق هالحواجز اللي محطوطة فنحنا عم نقول كوتا ضرورية لحتى نشجع الأحزاب نشجعهم أنه هن يرشحوا نساء على بوايحهم وهذا الشيء لازم ينشغل أنا برأيي لازم ننمي نحنا كنساء الواعي عند رجال لنفرجيهم شو التدعيات السلبية بعدم وجود المرأة كأحد صنعي القرار بعد منهم ملتمثين هالشيء يعني وقت عم ينحكى يمكن بعض من بعض الجمعيات النسائية بصرامة شوي أنا برأيي بالعكس لازم نشوف بطريقة زكية كيف بدنا نفرجي هالتدعيات الإيجابية على وجود المرأة والتنويع بصنع القرار خليني توقف مع روبرتاج حول موضوع 8 أدار اليوم المرأة العالمي والنشاط اللي رح بيقوموا فيه المجلس النسائي اللبناني ومن بعد منه بناخد فاصل إعلاني وبعض الفاصل بديفوت بقانون الانتخاب الموازنة والملفات السياسية الشائكة مع الوزير السابق ريال حسن ومع السيدة ميري عون الهاشم إنه الثامن من أذار تاريخ وإن أعاد إلى الذاكرة اللبنانية أيام الانقسام السياسي إلا أن المرأة تعيد بيومها العالمي الوحدة الوطنية تحت سقف النضالات النسائية هذه السنة رصت الجمعيات النسائية اللبنانية صفوفها ويصبح الثامن من أذار 2017 موعداً لتحرك يجمع غالبية المطالب النسوية بثمينة أذار في لقاء برياض الصلح الساعة 11 ونص الظهر كل الحركة النسائية مشان نقول للدولة هايدي مطالبنا مطالب أولاً الكوتا النسائية ونحنا اتفقنا كلنا سوا كمان عاملين تحالف مشان الكوتا النسائية بحدود أقل شي ثلاثين بالجن بدنا الجنسية بدنا قانون العقوباتي الصلة بدنا قانون انتخاب جيد وبيتيح للنساء انه يشاركوا قانون العمل والضمان الاجتماعي يتصلح لما فيه مصلحة المواطن ومصلحة المرأة وعن المراكمة البناءة التي حققها من نضال النسائي اللبناني حتى تاريخه في كتير قوانين تعدلين وهي المادة 522 أكبر دليل آخر فترة انه وصلنا لنضغط انه تلتغى مش بس تتعدل في كتير اشياء بقانون العمل بالضمان الاجتماعي بإجازة الأمومة تعدلي في كتير كان اشياء ضد النساء علنا هلأ نحنا بنقول في اشياء كمان لسه ما تعدلت ولكن بدنا نمشي على تعديلة وبدنا نقول مش بس قضية القوانين قضية العائلية كل نساء لبنان بتوجه لون انه انتوا دايما بتقولوا انه ما بيطلع بيدنا لا لا انزلوا وتعرفوا انه انتكم قوة كتير كبيرة مش بس مشانكم لوحدكم مشان بناتكم مشان حفيداتكم مشان الأجيال الجاية نتابع هذا الحوار مشاهدينا ضمن الأسبوع في ساعة مع الوزيرة السابقة ريال حسن والسيدة ميراي عون الهاشم في عندي مسج من النائب ايميل رحمة قال جدا عم يستمتع بمشاهدة هالحلقة وقال لازم البرامج السياسية تستضيف أكتر وأكتر سيدات ناجحات وهيدا الشي بيخلي رؤساء الأحزاب والكتل والناس أكتر يتحمسون مشاركة المرأة بالحياة السياسية هيدا عن موضوع المرأة هلأ بدنا ننتقل لأنون الانتخاب ما بدنا نظلنا نحكي عن مشاركة المرأة بالحياة السياسية معالي الوزيرة بالأمس كان في عنوان بصحيفة الأخبار الحريري يتجه لقبول النسبية الكاملة وسط اعتراض من بسيل عنوان يعنيكن اثنينتكن بداية هل صحيح أن الرئيس الحريري بدأ يقتنع بالنسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة بعد دراسة قيل أن جز فريق عمل الانتخاب أظهرت أن الذهاب إلى هذا الخيار لن يؤدي إلى خسارة فادحة للمستقبل سيحصل على كتلة من 28 نائب وستتيح له إقصاء خصومه في الطائفة السنية هلأ ما في شي طالع من رئيس الحريري شخصيا هذه نقلا عن جريدة فوقتها يطلع شي رسمي سعدها من سدق بس حضرت نائبة رئيس التيار ما اختلفنا بس أنا يلي أنت المفروض تكون داخل المطبخ السياسي للتيار ماذا عن الموقف الواضح نحنا موقفنا واضح نحنا مع أي أنون انتخاب براعي براعي تركيبة السياسية والواقعية السياسية الموجودة اللي بيسيد عليه توافق من الجميع نحنا عم نبحث نحنا منفتحين نبحث بأي أنون انتخابي ولكن أكيد واضح موقفنا أنه نحنا ميالين للمختلات لأنه براعي هالواقعية السياسية أكثر من غيره وبيضمن جماعة بس الرئيس بره معالي الوزيرة أبلغ نواب لقاء الأربعاء أنه هو سمع هذا الأمر من الرئيس الحريري وأنه معه خبر بأنه الرئيس الحريري موافق على الموضوع ولكن لم يطرح المقايدة بين النسبي وبقاءه برئاس الحكومة ما طلع الخبر من كم يوم هذا خبر يعني شوي صراحة بضحك يعني ما في حدا فيه يضمن لحدا شيء أصلا موقع بالمستقبل لأنه أخرتها حسب الرأي النواب هن يلي بينتخم ولكن عكل حال بس إذا الرئيس بره عم بقول أنه عنده معطيات ومعه خبر أنه رئيس الحريري قد يوافق على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة عن النسبية يعني معناتها أنه في نقاش داخل تيار المستقبل حول هذا الموضوع برجع بقول لك موقفنا واضح بالنسبة للخصوص وقتها يطلع شيء من الرئيس الحريري رسميا ساعتها منقول ما ضبوط أنا يلي بعرفه أنه نحن منفتحين على كل الأمور وعم نبحث من ضمن هالأربع أفريقاء اللي عم يبحثوا بأنون الانتخاب عم يصير تبيين على نقاط الضعف ونقاط القوة لكل أنون الانتخاب ويعني ما صار فيه جزم بعد لأي أنون الانتخاب ولكن نحن عم نحكي ومتل ما برجع بقول لك عم برجع كرر حالي أنه موضوع الأنون المختلط هو اللي برأينا لميالين لأله سيد ميراي كمان بنفس الإطار هذا الخبر قيل أنه الوزير باسيل اعترض أو رفض موضوع النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية وحدة انطلاقا من أنه نسبة المسيحيين هي 36.4% من مجموع الناخبين واعتماد دائرة واحدة لن يتيح للمسيحيين الحصول على أكثر من 47 مقعد بقوة الذاتية كمنا مثل ما قالت معا للوزير أنه تحليل صحفة ما بيرزم أبدا لا رؤسة الأحزاب ولا المخولين أنه يفاوضوا بموضوع أنون الانتخاب ما بيرزمنا حقا مشان هيك أنا عم جارب أخذ المعلومة منكم لأنه أنتو بمواقع متقدمة بأحزابكم نحن كطيار يعني غير موقف الرئيس لأن موقف الرئيس بده يراعي بده يراعي جميع المكونات وبعتقد هذا أكيد موقفه نحن الطيار مع حيات القانون بده حيات القانون انتخابي بيحقق بعدين بيحقق العدالة العدالة بالتمثيل وبيراعي بيراعي موقع البعدين الطائفة والعددة لأنه بالنتيجة لبنان هون منرجع على اتفاق الطائف اللي على طول كانوا يهطوا الطيار كطيار وطني حري على طول يهطونا أنه انتو ضد اتفاق الطائف نحن أكتر ناس لهم واقعيا عم نطالب اتفاق الطائف اللي بيحكي بالمناصفة اللي بيحكي بالنسبية اللي بيحكي بالدوير تعدد النسبية ضمن الدوائر حيالة قانون انتخابي بحق المناصفة وعدالة التمثيل نحن أكيد ماشيين فيه هلأ القانون المختلط هو مثل ما قالت مع لي هو قانون واقعي من ناحية أنه إمكانية أنه نتفق على قانون واقعي بس القانون المثالي بالنسبة على قليل بالنسبة لقلي ورأيي الشخصي هو القانون اللي نزل على المجلس النية بمن حكومة الرئيس مقاتي لأنه بي قانون الوزير مروان شربيل بحكومة رئيس مقاتي من قانون نسبية ضمن المحافظات اللي هو النسبية ضمن 13 دايرة ضمن 13 دايرة هلأهمية النسبية النسبية ما في حدا خسران كل ربحانين بيطلعوا بيطلعوا ربحانين حسب أحجامهم بحق كتير بيروي الجو السياسي بيشيل الحدية القانون الكل شيء أكتري بيزيد الحدية لا لأنه فيه حداً لحيربح على 50.1% حداً لحيخسر على 49.9% حد وإجمالاً وقت القانون الأكتري بالأنظمة للعالم إجمالاً بيكون دايرة فردية ما بيكون دايرة متعددة متعددة عدد النواب يعني المقاعد بس إذا هيدا هو القانون الواقعي مهم المهم اللي بالنسبة لنا كطيار أنه كل صوته يكون فاعل لأنه بالقانون الحالي فيه طلت الأصوات اللبنانية وكيف مسأبة تلت مسيحة غير فاعل ما بيأثر الصوتون غير مؤثر سوتوا ولا ما سوت بدي استوضح منك نقطة يعني قلت أنه أنت مع قانون اللي موجود من الحكومة السابقة قانون حكومة نجيب مئاتي هذا موقف نعم أنا شخصية أنا بلاقيك أنه قانون هذا موقفك الشخصي أم موقف له علاقة أيضاً بالتيار ما كانوا الوزراء التيار كانوا موجودين وميسوتوا عليه وقت النجل هلأ ضمن الواقعية السياسية فيه أمور كتير تغيرت من وقتها لهلأ ضمن الواقعية السياسية عم ينبحث بغير قوانين بس فيه نقطتين اللي هنه أساسية بالنسبة لإلنا هنه أنه كل صوت يكون فاعل وأنه والمناصفة تتحقق لأكبر نسبة ممكن نعم معادي الوزيرة بالنسبة لقانون مروان شربل يعني كمان انحكى أنه الرئيس الحريري ترك الباب أيضاً مفتوح أمام البحث بقانون اللي جاي من حكومة الرئيس مئاتي ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليه هل دقيق هذا الكلام؟ بده يخليني أحكي موقف جازم أنا ما ححكي موقف جازم لأنه كل الأمور في طور البحث اليوم ما طلع شي رسمي بعد فيه حداً بعد عم يقول أنه يعني فيه بعض أكيد الأحزاب عم يجزموا ولكن أنا برأي حتى هالجزم يعني فيه أخدوا عطفي صراحة يجزموا بالإعلام ولكن نرجع على الواقع يمكن الأمور تتغير ما فيه أي أنون لح يمرو إذا ما كان فيه إجماع عليه من طيار المستقبل لحزب الله للطيار الوطني أصعب مهمة ربما أنه يكون فيه إجماع من قبل كل المكون بالوقت يلي كل المكون عم بيجرب أنه يحتفظ بالعدد الأكبر من المقاعد معه فكيف بدك تلاقي أنون يقدر يجمع كل هذه الناس يكونوا كلهم ممنونين ومبسوطين وراضيين أنه عملين مستحيلة أنا برأي المختلط غير فيه فريق سياسي واحد عم يعلي السقف أكتر شيء من ناحية إصراره على أنون النسبي ولكن أنون يعني حزب الله إصرار حزب الله على النسبي ولكن المختلط فيه إجماع أكبر عدد فيه من الأفريقاء السياسين عليه إذا بدنا نحكي بس المختلط مع عادل وزيرة المختلط عنوان ولكن تفاصيله يعني الشيطان يكمل في التفاصيل المختلط كيف وكيف تقسيماته وأيا دايرة على النسبي وأيا دايرة على الأكثري وأديش عدد النواب على النسبي وأديش العدد على الأكثري يعني هذه لوحدة بتعمل مشتري بدا يمكن سنة تتنحل ما أنه تحدي كبير أكيد تحدي كبير فيه إصرار على أنه يصير فيه قانون انتخاب كل فيه حدا عم يقول لك لا من العهد الجديد لكل الأفريقاء السياسين فيه إصرار أنه يصير فيه قانون انتخاب جديد ستين راح بلا رجعة فراغ لا التمديد لا شو فضل فيه قانون انتخاب وما بتصور غير التمديد التقني لح يصير ما بقى فيه حدا يحمله بهالبلد أنه يصير فيه غير قانون انتخاب جديد فبدون يوصلوا مثل ما بيقولوا بالإنجليز باي هوك أو باي كروك بدون يوصلوا على أناع رح نحكي رح نحكي كيف ممكن نوصل بس قبل ستمرأي الوزير باسيل يقول أنه فيه عنده مشروع صيغة جديدة غير الصيغتين المختلط والتأهيل يلي لم يتم التوافق عليهم عم بقول أنه فيه عنده صيغة جديدة هل فيه ملامح أو عنوين لهذه الصيغة لا بصراحة يعني كل الصيغة اللي عم تنترح هي اللي بتراعي النقطين واللي معقولة يعني عم يجربوا يلاقوا خلطة تعزوا يقدروا على قليلة ياخدوا أكبر توافق حواليها كل يوم بيطلع فورميلة جديدة بس بالنتيجة أنه المهم أنه لازم مش لازم الانتخابات بدأت تصير على قانون جديد هذا موضوع هذا موضوع أساسي مش للعهد موضوع أساسي للوطن ولمستقبلنا نحن اليوم عم نطلع من صار أنا وعلى القليل من 2005 كل حكومة طلعت من 2005 بتحكي عن قانون انتخاب جديد بعتقد ببياناتها الوزارية لحد دي 2008 من بعد اتفاق الدوحة كمانا طلعنا بقانون انتخاب 60 معدل اللي هو حالياً 2008 أنه عم نحكي كمانا عن أهمية مش عن أهمية صار تم اتفاق على العمل على قانون انتخاب جديد صارنا 7 سنين منعلق الموضوع بالمجلس النيابة وبالإعلام وبالوزارات والحكومات اليوم يمكن موقف الرئيس كان شوية حد بموضوع عدم مضيته على دعوة لايئية الناخبة هذا يحط الجميع قدام مسؤوليتهم أنه فيه قانون جديد بده يطلع قبل الانتخابات وأكيد تمديد التقنة بيصير مبرر لأنه إذا فيه قانون رح أحكي عن هذه النقطة بس قبل بدأرجع لكلام قاله الرئيس برري لما قال أنه رئيس الجمهورية مع النسبي دائرة وحدة ولكن التيار الوطني الحر يعارض هذا الموضوع هيك قاله للنائب سيمو أبي رمية نقل حكي يعني هل هناك وجهت أي نظر بين رئيس الجمهورية وبين التيار نعمل من طولة حواري تفاهم لا أكيد هل هذا الكلام دقيق أم شو بصراحة أنا ألحكي أنا ما يعني ما بحييت في نيقاشات كثيرة بكل الأحزاب يعني كلنا عنا نيقاشاته كل يوم نحن التيار منه ضد نسبية دائرة لبنان نسبية على لبنان دائرة وحدة من الأساس كان هذا من طرح لطرحه وقت بكركة بس نرجع أكيد إذا بيصور في تسوية أو تفاهم أحسن من كلمة تسوية على قانون انتخاب بيجيب الإشماع بس أكيد بينقلنا من من مرحلة إلى مرحلة وقانون إصلاحي يكون يعني اليوم في وضعنا مئساوي لأنه قانون الانتخاب تبعنا عم بيكوننا سلطة مبتورة مبتورة لأنه في تلت شعبنا صوته غير يؤثر مش قادر يعبر عن صوته مش قليل يعني أقل صري بالإذن أقل من تلت تلت الأصوات المسيحية اللي ما بتعبر عن رأيها وهيدي مش صايرب ولا قانون بالعالم وين صوتك بيأثر وصوتي ما بيأثر أو العكس صحيح بقى هيدا دي إذا انتقلنا من من لقانون جديد بيأمن هيدا الشي بكون نحن عم نكون سلطة بتشبه الشعب اللبناني ومن هون ورايح طار فينا نحكي بإعادة بإعادة إنتاج أو انتظام الحياة السياسية انتظام الحياة السياسية معادة الوزيرة بيقول الرئيس الحقيقي إذا لم ننجز قانون انتخاب فإن هذه الحكومة تكون قد فشلت وكل الأفريقاء في الحكومة لديهم هذا التصور طيب مدام هيك شو بعد مناطرين يعني 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 الحكومة صار عمره أكتر من شهرين عملت مرسيم النفط بحثت بالموازنة بدأت عمل تعينات وإلى آخره بس ولا مرة عملوا جلسة لبحث قانون الانتخاب إذا ما أنجزنا قانون انتخاب الحكومة بتكون فشلت هيدا كلام رئيس الحكومة شو بعده ناطر هلأ عم يصير في حديث نحن منعف أنه عم يصير من ضمنها الحلقة الضيقة وعدوا لين بس صار فيه أحاديث ثنائية وثلاثية وربعية هلأ نحن نسلم لاش ما نعمل هالحكومة إجيت تتعمل انتخابات نيابية لا أكتر ولا أقل وتمرق موازنة وشي فيه إصلاح بس عال بس أنه كان المهمة الأساسية الانتخابات نيابية لأنه في مجلس نيابي ممدد له وفيه لازم يصير فيه انتخابات طب شو كان بيمنع أنه ما تكون بند أول بجدول أعمال هذه الحكومة إذا بهالفريق الصغير بعضهم فيه مده جزر يعني بدك توسع يعني خليوني يصير فيه اتفاق على هال يعني على القليلة معظم الأطراف يلي هن عندهم مشاكل أو عندهم بعض التحديات خليوني يتفقوا بين بعض وأكيد بيصير فيه أسهل نيقاش هالموضوع بمجلس وزراء وبعدين فيه مجلس نواب فلا البحث عم يصير أنت معك حق يمكن لازم ينتقل على مجلس وزراء ومثل ما فهمت أنا من بعد بحث الموازنة لحيصير فيه أكيد قصة التعيينة ومن بعدها لنبحث بقانون الانتخاب فهذا الشي صاير هلأ يمكن شايفينا أنه خلينا نعطيها شوية وقت بنضمن هال هالمهدة للمشاورات رباعية ست ميراي يعني هناك من يعتبر أنه مسؤولية الحكومة أن تقر قانون انتخاب هيك بيقول الرئيس برري أنه هذه مسؤولية الحكومة وتبعته على مجلس النواب آخرين بيقولوا مجلس النواب قدامه 17 مشروع أنون ليش ما بيصوت على أنون منهم ومنخلص وفيه أساسا أنون حكومة نجيب مئاتي ليش ما بيقر مين المسؤول بالدرجة الأولى هل الحكومة أم مجلس النواب عن التقصير إذا بدنا نسميه بعدم الوصول إلى أنون انتخاب بالنتيجة إن كانوا بالمجلس النواب أو بالحكومة بدوا يصور فيه توافق بتصير تقنية تنظيمية إذا نزل المشروع من الحكومة على المجلس أو صوتوا له بالمجلس المهم التوافق اللي بدوا يصير بين الكتر السياسية الموجودة بالحكومة والمجلس النواب هاي دي ما بعتقد أنه هي اللي خلقه اللي بتخلق المشكل المهم يتفقوا تتفق الكتر السياسية على مشروع أنون أو على أنون على صيدة معينة برك ما اتفقوا برك ما اتفقوا شو بيصير كل اللي بيحموا المسؤولية عدم انتفاقوا هل يعتزم فخامة الرئيس توجيه رسالة إلى مجلس النواب يعني صار في حكة ونقاش بالفترة الأخيرة أنه قد يوجه رسالة إلى مجلس النواب بهذا الخصوص هاي دي من ضمن صلاحياته يعني من ضمن بمارس صلاحياته وأكيد أهم نقطة هي هي قانون الانتخاب بمارس صلاحياته هولا كلهم وسائل بيقدر يستعملهم رئيس الجمهورية كرمالي حس المجلس النواب أو حكومة على ولكن هل سيستعمل هذه الصلاحية أم سيعطي مهل أكثر لكي الحكومة تبحث مشروع قانون الانتخاب هل عندك معطيات أو معلومات لها علاقة بهذا المر يعني هاي دي هولي الأحدى الوسائل الموجودة هو بيقرر باللحظة المناسبة سياسية المناسبة إذا لازم لازم يوجهها ولا لا نعم معدل الوزيرة نحن عم نتجه إلى موعد 21 أدار يعني رح بيصير فيه إثارة أكثر للبعد القانوني والدستوري والسياسي للمهل وإلى ما هنالك من أمور فخامة الرئيس يرفض التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يرفض السير بالستين يرفض التمديد يفضل عليهما الفراغ رئيس مجلس النواب يقول مهمة الحكومة إن تعمل أنون تبعته على مجلس النواب فيه 17 قانون موجودين ما عم بيتم التصويت عليهم فيه انتخابات بـ 21 أيار حكما صارت بحكم المؤجلة كيف الخروج من هذا أكبر مننا هون أكبر مننا هون كيف الخروج هي إقرار قانون قبل 21 أدار اللي بيسمح كمينا ضمنا تمديد التقنة بس هل فينا نلحق بظرف 15 يوم الاتفاق على قانون يعني من هل إلى 21 أدار في 15 يوم ممكن تقنيا أكيد فينا نلحق سياسيا شي تاني يعني بدون يتفقوا إذا فيه إرادة سياسية إنه يطلعوا بقانون انتخاب يطلعوا بقانون انتخاب مش هي قصة تقنية ولكن بنت يكون فيه إرادة سياسية وهيدا الـ 21 منيح إنه فيه دوليم 21 لحتى يتحثون إنه يسرعوا ليش عم نشوف الرئيس الحريري تقريبا صامت بهذا الأمر يعني بين موقف رئيس الجمهورية اللي قال أفضل الفراغ على التمديد أو السير بالستين ما عم نحكي نحكي وبين موقف رئيس مجلس النواب نبيه بر يلي بيقول إنه ما في غياب لمجلس النواب يعني ما في فراغ يعني بحكم استمارية عمل المرافق العامة طيب الرئيس الحريري وين موقفه؟ ليش صامت؟ لأنه عم يخلي المباحثات تسير ضروري نحكي بالإعلام كلما ونقجج الشعور يعني والخصومة بين الأفريقا إيه بس أنه أي خيار أي خيار اللي بلقيه هو الرئيس الحريري لازم يمشي فيه أو لازم يقايده أو لازم يتبني؟ محكينا هلأ لا أنه في خيارين هلأ عم نقول عم نبحث عم نشوف كله القانون شو نقاط الضعف ونقاط القوة طبعيته ونحن منفتحين وعم نكون عقلنا يعني واسع لكل الطروحات نحن أكيد ميالين عم قللك ميالين للآنون المختلط هلأ ما عم يطلع يقولها بيضمه ولكن فيه فيه شو اسمه اللجنة يلي عم تبحث فيه الكتلة يلي عم تعطي تطلع بيانك الجمعة فيه بعض المستشارين يلي عم يحكوا بالإعلام بالعكس ما واضحين ما في شي مخبة ولكن هو مصر أنه ما بده يطلع بالإعلام بهالوقت يلي هو حساس شوي يأجج يعني يمكن البعض المشاكل اللي موجودة بدون شي عم يطلع بالإعلام وعم يتسرب أو عم ينحكى نقلا عن هيدا وهيدا 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 وهذا الشي ما صراحة ما بيخدم ما بيخدم وصول إلى اتفاق نعم سيد ميراي يعني كلام فخامة الرئيس أثار يعني عدة اجتهادات دستورية وقانونية لها علاقة بموضوع عدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وعم نتجه مثل ما قالنا لمهل جديد اللي هي 21 أدار البعض يرى أنه دستوريا يعني لا يوجد فراغ في مجلس النواب يعني ومضطرين إجراء انتخابات نيابية حتى على أساس القانون الموجود ولا يمكن عدم التوقيع على هذا المرسوم يعني بظل هذا الأمر شو موقفكم رح يكون؟ هذا شو موقف مين؟ فخامة الرئيسة وهو يسأل على موقف وأنا مني يعني يمكن مستشارة بس مش ناطية بإسم رئاسة جمهورية مش لهالموضوع حساس جدا يعني لا وبعدنا لك أنا بتابع الإعلام والسياسة ما فينا نعمل نقاشات دستورية وقانونية على الإعلام لأننا خبراء وبعدنا وجهات نظر تختلف يعني فيه إلى موقع نقاشات الدستورية إلى موقع يمكن هي موقف سياسة معين مشين نندل على أهمية هذا الموضوع لأنه قانون الانتخاب هو اللي بيكون السلطة وهو اللي لح يساعد على انتظام العمل العام كل تلاتة رباع المشاكل اللي نحن عايشينا بالسياسة ناتج على أنه سلطة مكونة بشكل نقول إعوجاج يعني ما نقول أكتر من هيك وهذا الشي من ضمن بيصحح وضع مجتمعنا بيساعدنا على انتظام الحياة السياسية وانتظام الحياة السياسية ما لنا هدف بحد ذاته الهدف هو انتظام حياتنا اليومية كمواطنين نقدر نقوم بكل المشاريع اللي لازمة كسياسيين كرميل نحسن حياة المواطنين بلبنان لأنه بعتقد بدأ شغل كتير يعني هي كمان أمنى هدف هي وسيلة كرميل بالنتيجة نحسن حياة المواطنين نحسن بداية من حياة نحن كمواطنين طيب لا اختم أنا موضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب بسؤالين محددين معا للوزيرة الرهان أنه يصير فيه توافق على قانون انتخاب يبصر النور ومع تمديد تقنية لأنه إذا أبصر النور هذا القانون منضوعة يعني منطقيا ما رح نلحق نعمل انتخابات بـ 21 أيار بعدنا في عنا شهر رمضان المبارك رح يتعذر إجراء الانتخابات فيه فبصير فيه التمديد التقني ولكن فيما لو مرأ 21 أدار وما وصلنا لأنون ومرأ نيسان وما وصلنا لأنون هل في تصور واضح عند الأطراف السياسية؟ نرجع على كل واحد تفسيره الانوني على شو حيصير بها الحالة صراحة شو حيصير بالمجلس شو حيصير ب مرسوم دعوة هيئة النخبة بالتمديد بالفراغ يعني فيه تفسيرات قانونية كتير أكيد هذا يوضع البلد بمرحلة كتير خطيرة وهذا الشيء نحنا وكلنا بتصور كاللبنانيين لح نخاف منه يعني نحنا بدنا نجرر نعمل جهد ما نوصل لها المرحلة لأنه ما بعض شو بيصير بهالحالي يعني يمكن عند التيار الوطني أو عند رئيس الجمهورية عنده تفسير آخر أنه حتى مع الفراغ ضد ستين هو لكن أنا برأيي توضع البلد والعهد بأزمة سياسية كبيرة أنتو بالنسبة لألكم نحن شفنا شفت يعني رئيس وزير أنتو بالنسبة لألكم تفضلون الستين على الفراغ بتخيل أكيد يعني إذا وصلتوا لهذه الخيارات أنه بين الفراغ وبين الستين بتفضلوا إجراء الانتخابات على القانون الناسي أكيد حدا بيريد الفراغ ما بعرف أنا بحس الفراغ هو انتحار بهالمرحلة اللي نحنا فيها بمرحلة أو بالتاريخ لبنان هلأ ما انتحار؟ نعم سيدة ميراي أنتو بالنسبة لألكم يعني قال الوزير بسير أنه قد نتجه إلى الشارع يعني إذا ما كان فيه توافق على قانون انتخاب ممكن يكون الشارع يعني بيوجه مين؟ يعني أنتو رئاسة الجمهورية وانتو المشاركين في الحكومة وبمجلس النواب فخيار الشارع بدو يكون قانون انتخاب هو اللي بيكون السلطة هو اللي بيأمن هو اللي بيأمن الانسهار الوطني إذا ما فيه قانون انتخاب ما فيه شيء له قيمة يعني ليه؟ ليه؟ قانون الانتخاب هو الأساس إذا ما فيه قانون انتخاب ما فيه وطن ما هو شو بيكون السلطة شو معناته وطن يعني أرض وشعب ونظام مظبوط؟ نظام كيف بيتكون؟ نظام بيقلك قانون انتخاب هو حجر الأساس لكل حياتنا لكل مستقبلنا لكل تطلعات كل تطلعات العهد مبنية على أنه قانون انتخاب يكون سلطة عادلة فيها مناصفة وعلى أساسها كل شيء بينا نعمل بينا نعمل بينا نعمل بس في عندك أطراف سياسيين بالبلد بيقول لك إذا لم نستطع الوصول إلى توافق على أنون انتخاب خاني نمشي ونتخب على أساس الستين يعني قالت مع عادة الوزيرة هلا وأكيد في كتير أطراف سياسيين بيعتبروا هالشي هذا بصير تلاعه بالسياسة أنه برفض كل شيء برفض كل شيء برفض كل شيء تنبقى على أساس الستين هلا لا أدري أن نبتكر نبتكر حلول ما بعتقد مستوى العلمي والثقافة عالي جدا من المجتمع اللبناني قدرين نوصل يمكن أنون مختلط ايه في حدا هم بده يقبل في حدا هم بده يقبل بس يعني إذا هالحلول ما أجت بثمان سنين إذا بدنا نقول عمر المجلس النيابي أربع سنين وبعدنا تمديدين يعني إذا بثمان سنين ما أدروا يوصلوا لحل هل ممكن بخمسة عشر يوم أو بشهر يوصلوا لحل أكيد بيقدروا أكيد بيقدروا مع كل المشاريع إذا النوايا موجودة بيقدروا إذا النوايا موجودة بيوصلوا هيدا إن شاء الله تكون موجودة أكبر ما في خيار ما في خيار شو عنا خيار آخر نخلق أزم السيسي أوكي منخلق أزم السيسي وبعدين مين بيطلع ربحان مين بيطلع خسران كلنا خسرانين ما حدا ربحان يعني بمعنى كمجتمع لبناني في عنا قدرين بدنا إرادة في ناس بدا تقبل في مجموعات بدا تقبل انه يمكن منخسر شوية من هون بالمقاعد بس منربح بالوطن يعني ما ينحسب السياسة والتكوين السلطة على عدد المقاعد بالمجلس النيابة يمكن الطيار بمحلات معينة يمكن درس امكانية انه يتنازل عن بعض المقاعد بدومن تسوية معينة انتخابية معينة بس نحنا كنا قبلانين انه نخسر كم مقعد بس منقبل نربح انسهار وطني انسهار بين مجتمعنا بمجتمعنا وقانون يكون اصلاحي وعصري بالدرجة مئة بالمئة بيبقى اسأل هل ستكونين مرشحة للانتخابات النيابية كلا كلا دغري جزمتيا شو مهمة عم تسأل بركي بركي اجا الرئيس الحريرة رئيس طيار المستقبل قالك يا سترية بدنا ننزلك على الانتخابات النيابية شو بتقيله بترفضي اذا بدي اترشح يعني بدي اتخلى على المنصب يلي هلأ انا فيه وهلأ المنصب يلي انا فيه برأيي برأيي المتواضع فيه اعمل فيه اكتر منا صراحة فيه اعمل بكنايبة كنايبة صراحة ستة ميراي هل بتفكري بترشح للانتخابات النيابية؟ كم لا لا ضمن الجو الحالي ضمن قانون انتخابي حالي ضمن تطلعات الناس بالوقت الحالي كمان المنصب اللي انا موجودة فيه المنصب النيابي او الوزاري هم تيخدم هدف او تيخدم مشروع اذا منصب بيخدم مشروع معين ليش لا بس بالوضع الحالي وجودة بفريق الاستشارة حتى فخامة الرئيس سيدة بتحس انه من خلال هذا الموقع قادرة انك بخدم اكتر بكتير وتوصل تطلعاتك اكتر من مشروع سياسي لهو مشروع وطني ومشروع انسهار المجتمع اللي بني بدي احكي شوية عن العلاقات السياسية بين الاطراف في لبنان ما عادل وزيرة ليش دايما بنقال انه الرئيس الحريري يعني عم بتجرب قدر الامكان الاكتفاء بالصمت وعدم التعليق ومداراتا للعهد ومداراتا لعلاقته مع رئيس الجمهورية يعني بموضوع الفراغ يلي انحكى ما كان له تعليق بموضوع موقف فخامة الرئيس من سلاح حزب الله والمقاومة كمان ما كان له تعليق ودايما بنقال انه كل هذا الامر له علاقة بمدارات العلاقة مع العهد هل صحيح هذا الامر؟ بتصور بجهة مائة صحيح اكيد لا لا نحن بهمنا هالعلاقة الجديدة هالانصهار السياسي الموجود اليوم هالتوافق السياسي الموجود اكيد حتى ولو على حساب مواقف بتعتبروها انتو بالنسبة للكم مبدئية وبتشكل قناعات سياسية يمكن رأي رئيس الحريري اليوم انه التوافق السياسي اليوم مهم لحتى نالنا عم نقدر نشتغل بفعالية اكتر بمجلس الوزراء اخر تنهار شو الضروري؟ ما الضروري مثل ما قالت سيد ميراي انه نقدر ننجز اذا نطرين بعض على الكلمة وصحيح يمكن في بعض الامور اكيد ما منتوافق فيها من بعض الموافق ولكن برأيي الاهم هو التوافق ونقدر نتعايش مع بعضنا بالتي هي احسن او مش احسن لحتى ننجز ونقدر نحسن لانه نحنا عملنا هالانجاز السياسي بسميه انتخب رئيس جمهوري ايجا رئيس حكومة وتفعل العمل السياسي في لبنان لهدف هو انه نقدر ننجز العالم والعالم ما بقى الى خلاق ما بقى الى خلاق انه يشوفوها السياسيين عم يتناقر وعم يتخانق واكيد فيه نحنا نحنا هالتعددية بالسياسي هي هي طبيعة تركيبنا السياسية نعم فبدنا بدنا نجرب ندلنا يعني حطين اجرنا على الفريم مثل ما بيقولوا مش على البنزين لحتى نقدر نتوافق وننجز بالمستقر قبل ما اسأل عن العلاقة بينكم بين حزب الله واللقاءات الثنائية بدأسأل ست مراي عن علاقة التيار الوطني الحر ايضا بباقي الاطراف انا بس بدي اكمل شوالي كمان اليوم ما كتنسى له المواقع تغيرت يعني بالفترة السيء بقى قبل انتخابات الرئاسية كان الرئيس الحريري خارج لبنان رئيس تكتل نيابة والجنرال عون كان رئيس تكتل نيابة يعني اليوم هلأ هنه موجودين بمواقع السلطة والحوار والكلام بينهم اسهل لان اتنيناتهم موجودين ومسؤولين يعني المواقف اللي بدوا يعبر عنا الرئيس الحريري للرئيس الجمهورية او العكس موجودين بإطار الحكومة بإطار العلاقة بين رئاس الجمهورية ورئاسة الحكومة يعني صارت اسهل ودايمة وسلسة اكتر مش نهيك ما في اطرار لمواقف اعلامية مش مثل بالسابق وقتا كانوا بمواقع خارج السلطة رؤاسات كتل او رؤاساتك كثيرة خارج السلطة يعني كمان مش معناتها ما في مواقف ما في حوارات في حوار وحكي كتير وهيدا شيء خير يعني بالنسبة لعلاقة التيار الوطني الحر مع الاطراف السياسيين يحكي عن ورقة تفاهم عم بتم تحضيرها مع حركة امل مضبوط هل هذه الورقة قريبا ستبصر النور ولا شو؟ ان شاء الله فيه مش مفاوضات فيه حكي كلام يعني بحث بين الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل وان شاء الله بيوصلوا على نقاط التفاهم قريبا ليش عم تعتمدوا على التفاهمات الثنائية وأوراق التفاهم الثنائية يعني بداية مع حزب الله بعدين مع تفاهم مع راب بعدين مع تيار المستقبل بعدين هلأ مع حركة امل ما بعرف اذا رح يوصل الدور للحزب التقدم الاشتراكي محمد بيه ان شاء الله محمد بيه انتو هيون رح نسألك وتيار المرادة كمان يلي كمان اللي علاقة سيئة بس ليش التفاهمات الثنائية دايما رجعت للألفان واربعة ايه شو؟ بعتقد اذا بتتذكروا مضبوط العماد عون بالألفان واربعة بعت برسالة لكل الافريقاء السياسيين بحول عيد الاستقلال بالألفان واربعة بيدعيهم لمؤتمر عام بيشمول مع السوريين بوقتها تحضيرا لخروج الجيش السوري وما بعد وادارة فترة ما بعد خروج الجيش السوري من لبنان لون كان عم يدعي الجميع لمؤتمر كرميل تفاهم الأحداث اللي صارت أكيدة يعني كلنا بنعرفها المؤلمة اللي صارت على لبنان قدت انه ما فيه ما صار فيه تفاهم بيشمول الجميع بقى انتقل ساعتها لتفاهمات الثنائية وبعتقد الحديث الحكي يبلش مع طيار المستقبل قبل ما يبلش مع حزب الله أو بالتزامن فيه شيء قدى فيه شيء ما قدى يعني أنا بالنسبة للي بعضه هذا الشيء بيسيق سياسته بس كيف بدأ يقدر الطيار الوطني الحر يجمع يعني فيه تفاهمات ثنائية مع عدة أطراف وهو الأطراف متنقضين مع بعضهم كيف بتكون يسلكوا هالتفاهمات كلهم بالوقت يلي فيه تناقض بين الأطراف اللي عم تعدوا مع تفاهمات ثنائية فيه أكتر تفاهمات من نقاط تناقض فيه أكيد فيه نقاط خلاف كتير كبيرة بس نقاط المتفاهمين عليها أكتر بكتير إذا نحن مختلفين على سياسة لبنان الخارجية أساسا يعني إذا بتطلع فيها هيك من بعيد مختلفين على المحاور الإقليمية بس هذا الشي بيمنعنا أن نكون متفقين على كل شيء له علاقة بالداخل على تنمية الاقتصاد على تحسين وضع البنى التحتية بالبلد مرنا مختلفين يعني بس هاي دي 80% من حياتنا اليومية هي إلا علاقة بشي داخل حدود لبنان مش خارجه ليش العلاقة سيئة مع النائب وريد جملاط يعني دايما نحن بنحكى أنه علاقة العهد والنائب وريد جملاط ليست علاقة جيدة وأيضا يعني التيار الوطني الحر والحزب الإشراكي ليست علاقة جيدة وأنه فيه استهداف للنائب وريد جملاط طيار عم يستهدي في النائب وريد جملاط أو العهد ربما ما بعرف يعني بقانون الانتخاب بالتضييق وين بقانون الانتخاب فيه استهداف لنائب وريد جملاط أبدا ما فيه استهداف لقاله فيه وضع منه سليم بموضوع عدالة التمثيل وصحة التمثيل إنه إذا عم نحكي عم نصحح قانون الانتخاب منكم مش استهداف العالم بالعكس ما كلنا نحنا مقتنعين إنه هادي التعددية بتغنينا وكل شي عم بتصير بالعالم بأكد صوابية هيدا الموضوع نحنا متمسكين بالتعددية ما هي بتغنينا هادي عم تحمينا من كل التطرفات اللي عم بتصير بالعالم بس أصدق أنا العلاقة من على ما يرام يعني بينكم وبين نائب وليد جملاط هل هل هناك ربما سعي أو وسطات معينة أو لترطيب الأجواء أكيد لح نسعي أكيد كلنا بنسعي كلنا بنسعي كرميلي سور الوضع أسلا مو بكرة بستفسير أنا أكتر على الموضوع أكيد عارفة حضرتك عن الموضوع لا ما بعتقد بس أكيد عارفة عن الموضوع في ممكن تخوفات مخاوف بس نحنا كل شي عم نعمله سوا مش عم نعمله لوحدنا عم نعمله كلنا سوا في زرف معين في مومنتم معين في تفاهم سياسي أنا أكيد أنه لأنه المهم أنه في حكي نعم الناس عم تحكي مع بعضها هل اللي رح تبقى علاقتكم مقطوعة مع تيار المرضى ومع النائب السليماني التنجية باكتسأل عن المسؤول عن إعادة سياسية لا بكرة عنا اجتمع مجلس سياسي بالطيار أكيد نسأل سؤال من جاوي بالحلقة الجاة لا أنا أكيد أنه بتعرفي حضرتك الجواب بس ما بديك تقولي لا لا يعني أنا ما بحب ما بريد تخطى الأطر التنظيمية يعني عن جاة فعلا أنه في عنا نحن اجتمع شهري للمكتب للمجلس سياسي بالطيار نطلع فيه على كله ما أنا مسؤولة عن ملفات العلاقات السياسية يعني أكيد منطلع كأعضاء مكتب سياسي وبناء على ذلك مناخد المواقف مجتمعنا مساء بكرة بكرة معاد الوزيرة اللقاءات الثنائية الحوار مع حزب الله بعين التيني يعني بعد كل لقاء صاروا 41 لقاء بعد كل لقاء نفس الديان تقريبا نفس العبارات نفس الجمال نفس هذا الجو يعني ما عم نشوف شيء ملموس أكتر يعني وبعد نفس الخلافات والتباين حول بس ما عم يطلع ما عم يطلع تصريح تصريح هو عم يكون جملتين نفسهم يعني يعني ما عم يبقى مجرد قاعدين وعم يبحثوا هذا الشيء ما كان يصير بالماضي مجرد قاعدين وعم يبحثوا أنا بلاقي خطوة بالاتجاه الصحيح هلأ قاعدين عم يتقدموا ما بعرق صراحة قاعدين عم يتقدموا يعني الحديث اليوم ما وصلنا عم نوصل بأمور تانية يعني ببعض المواضيع اللي صار فيه بحث عليها أكيد يمكن صار فيه نوع من التفاهم عليها ولكن بقانون الانتخاب إذا عم يصير في بحث بقانون الانتخاب أكيد مثل ما نعرف كلنا صواء إنه ما وصلوا بعض علاقتنا بس الحوار الدايم يعني عم يصير هو كتير مفيد للبلد وكتير مفيد لهالطوافق السياسي اللي نحن عم نجرب نجفته سيد ميراي صلابة العلاقة والتفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات هي من عناد وصلابة ميشيل عون ومن عنادي وصلابة أنا هذا كلام للدكتور سامير جعجع بعد عصفة الكهرباء اللي ضربت أو تخيلوا الناس إنه قد تكون ضربة العلاقة بين التيار والقوات هل هذا التحالف أو التفاهم سيبقى على صلابته ومتانته رغم التباينات؟ أكيد أكيد واختلاف وجهات النظر مش معناتها بيضرب بالتفاهم أو بالتحالف على القليل بالتفاهم التفاهم صار ضمن إطار مصالحة كلنا يعني اسم كبير من المجتمع اللبناني بيعرف شو كانت مفعيلة بس هيدا الشي مش معناتها صرنا بحالة اندماج اندماج كامل فيه سقف الحد الأدنى لموضوع العلاقة والتفاهم والعدم الخصومية إذا فينا نقول لا أكيد أكيد صليب لأنه ما بيعني خطة الكهرباء أو بيعني خطة الماء أو الصدود أو الجسور اللي هي حياتنا يومية طبعا هذه تفاصيل تفاصيل في الحزب أو كل فريق سياسي ممكن يكون لوجهة نظر تحالف مش لحقول طوى صفحة سكر كتاب اللي هو كتاب الحرب وفتح كتاب جديد اللي هي حياتنا العهد الجديد وصفحة جديدة كتاب جديد بتاريخ لبنان إن شاء الله بعد الفاصل اللي أعلاني بدي أحكي عن موضوع الموازنة وما لها وما عليها من كلام ومن ضرائب ومن أمور معينة وعلمات استفهام أثيرة بعد هذا الفاصل نتابع هذه الحلقة لأتحدث عن موضوع الموازنة معادي الوزيرة هالأسبوع ستقر الموازنة رغم كل البلبل اللي رفقت خاصة موضوع الضرائب والآخر بتقولي أنا ضد وضع ضرائب بال2017 وبتقولي لازم نحكي عن سياسة ضريبية نابعة عن توجه اقتصادي لدور البلد أولا يعني شو هو هالتوجه شو هي هالسياسة وإذا ما بدون يحطوا ضرائب بال2017 ما بدون يجيبوا ويردي أوكي يعني أول شيء من ناحية السياسة ضريبية كيف تنحط عددها السياسة ضريبية تنحط السياسة ضريبية بتكون نابعة عن خطة اقتصادية معينة وهالخطة الاقتصادية معينة بدكون نابعة عن حوار اقتصادي أو حول الديولوجية أو المنظومة الاقتصادية اللي احنا بدنا إياها شو دور لبنان هل بدنا إياه صناعي هل بدنا إياه خدماتي سياحي هل بدنا نحنا نفعل دور الكطاع العام بدنا نكبر حجمه هل بدنا نفعل دور الكطاع الخاص كل هالحديث على أساسه بتنبنى خطة وعلى أساسه بتنحط سياسة ضريبية نحن ما عم نعمل هالشي بكل صراحة ليه ما عم نعمل ما منلحق نعمل أو كيف أول شي لأنه ما كان فيه موازنات عدد الموازنات هي اللي بتعكس رؤية اقتصادية معي تاني شي يعني ما كان عم يصير يمكن حيح حوار بالعمق على كثير من هالمواضيع الاقتصادية كنا باللدي هي أحسن عم نمشي اليوم تغيرت الأمور اليوم ما بقى فيه برأيي ولا إكسيوز أنه ما ينحكى اليوم به هالمواضيع صار وقته نحكي بهالمواضيع لأنه فيه فيه إديولوجيات مختلفة وهيدا الشي عم يبين بين الأحزاب السياسية نفسها يعني فيه ناس بتقولك لأ بدنا نفعل دور الكطاع العام فيه ناس بتقولك لأ بدنا نفعل دور الكطاع الخاص وفيه ناس بتقولك يمكن نحنا برأينا لازم نعنسل التنفسية والانتاجية بالاقتصاد مشان هيك لازم نكبر الكطاع الصينوعة فيه ناس بتقولك لأ تاريخ لبنان الاقتصادي مبني على كطاع الخدمات فهالحديث كله يستدعي حوار اقتصادي على دول لبنان المنظومة الاقتصادية اللي نحنا بننطبق يعني من هنا يجب أن يكون الانطلاق برأيي نعم ست ميراي يعني نحكى كتير عن موضوع الضرائب بالموازنة بالوقت يلي فيه كتير ناس بيقولوا أنه يمكن أنه ما نفرض ولا أي ضريبة زيادة على الناس ونوقف بالمقابل الهدر والفساد وساعتها منوفر على الخزينة ملايين ومليارات فيها تغزي الموازنة وفيها يعني تأمن مدخيل كتير كبيرة أنا حكفي وين وقفت معالي الوزيرة هي مثل ما قالت بدو ينعمل حوار ليش نحنا مضطرين نعمل حوار لأنه بالبلاد برق فيه فريق يعني بغير جمهوريات فريق بيربح بيجي بيكون حاطة هو برنامجه الاقتصادي بيجي بيطبقه نحنا اليوم مجبورين نتحور مع بعضنا نتفهم مع بعضنا على نوصل لكمبرومي لتسوية معينة على موضوع خطة اقتصادية خطة اقتصادية كيف بتمولها اذا قررنا انه لبنان بلد صناعي او بلد زراعي او بدل خدمات بدك تموله لهيه بدك تمول هيد الخطة او بك تعمل كيف بتمولها من خلال مشروع الموازن بلوك التمويل حيال لخطة بيجي من خلال موازنات هالخطة هيدا التمويل فعله عدة اوجه يا من خلال الدرائب بدي مول بدي مصاري يا مباشرة من المواطنين او من اكيد ابتكروا ايليات اخرى شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص خصخصات هولي كلها ايليات موجودة كرميل تمول خطة اقتصادية او توجه اقتصادي بس عنا فيه مزاريب هدر اذا بتم معالجتها بتوفر على الخزينة موضوع درائب هيدا هدر موجود بكل بلاد العالم ما حدا ينغش هيدا الهدر موجود فيه نسب الهدر شو هي فيه نسب مقبولة ونسب مش مقبولة اكيد نسبة الهدر بلبنان مش مقبولة لانه ما حدا نهتم لها الموضوع بس الهدر متل الاسطر متل اسطر الماي المكسور تحت البلاطة تنصلحه بدنا وقت اكتر بكتير من انه نسكي الحنفية اذا الماي عم تدلق من تحت الحنفية ما في شك انه حيالة ايليت تخفيف الهدر بدك تقبع البلاطة بده مينموم بسنتين اذا بلشنا اليوم وماشين سرعة 300 سرعة ضوئية مينموم حتى تعرف وين الهدر وكيف تتخففه وكيف تصلحه بس اليوم نحنا امام موجبات مالية والتزامات مالية علينا بدك تمولها من غير محل ومنهم سلسلة الرتب والرواتب هلأ صارت بالمجلس الميابي وبكرة في جلسة تنين وان شاء الله يتفقوا على الموضوع بس هيدا السلسلة بدك تجيب لها مصرياتا ما فيك جيب لها مصرياتا من مكفحة الهدر بس هيدا ما فيك تعملها اليوم في بعد سنة سنتين يمكن تقدر توصل انه توفر من الهدر او بمكفحة الفساد تتمول سلسلة بس اليوم واذا بدك تتمولها اليوم بدك تجيب لها مصرياتا اليوم يعني درايب من الدرايب ست ريّا اللي عم بتقوله مدام عون كيف بدك تتموليها هلأ ويعني في شي ملح في التزامات ملحة ومن بينها السلسلة شو البديل عن الدرايب المشكل والبديل عن الدرايب الدين يعني تمولوا باستدانة أكبر يه اللي هو نحنا اليوم كمان ما فينا نعمله أنا يلي طرحت وقتها أنه بـ 2017 خلي هالاقتصاد يتنفس خصوصا ما بعد يعني العهد الجديد ما بعد استعادة الثقة بالبلد وبالاقتصاد خلي هالاقتصاد يتنفس اليوم بأي يعني تفكير اقتصادي وقتها يكون فيها الأدة انكماش ما بدك تحض درايب ما بدك تحض درايب 27 إجراء ضريبة بسنة واحدة يعني هيدا خارج أي عقل اقتصادي أنه تحض درايب 27 ضريبة بسنة واحدة شو بيعمله؟ هلا اليوم فيه إجراءات أخرى فيها تأخذ يلي هي بتجيب لك بعض المردود مثل شو؟ يعني عم ينحكها مثلا بإجراء لمكافحة مش مكافحة لإعادة تنظيم بقصة الأملاك البحرية نطرح فكرة أنه يصير فيه ما بنسميها تسوية ولكن إعادة الانتظام وبيندفع مثل جزية للحكومة وبعرف مثل مفهمت أنه حتى رئيس الحكومة التقى مع هالنقابة وقالوله نحنا منأمل لك مردود إذا صار فيه تسوية ما لهالموضوع فينا نعمل حتى تسوية بمخالفة البناء أو نعمل تسوية بموضوع الضرائب هيك منحفز المكتومين يلي ما عم يصرحوا أنه يجدوا يصرحوا بسنة معينة منكون نحنا جمعنا هالمكتومين وجمعنا في بعض الإجراءات يلي هي ما بتحد من النمو يلي فينا نأخذها حتى بعض الضرائب يمكن فينا نفكر فيها بس بده يصير في دراسة مضبوطة على أي هن الضرائب يلي ما بتأدي لإنكي ماشي زيادة هاي 2017 هلا 2018 كنا نفسنا الاقتصاد شوي قلع صار في حركة نمو القطاعات الانتاجية كلها ارتاحت ساعتها منفكر شو هي بعض الضرائب اللي نأخذها هلا إذا ما رأيت السلسلة وعمين حكى أنه راح تمرو كمان هيدا بدنا نفكر كيف بدنا ننمو بتمويل السلسلة تمويل السلسلة ما فيها تمرو السلسلة بدون ما يكون فيه إجراءات ضريبية هالإجراءات الضريبية كمان بدأت اندرس بيتأني كتير أكيد في بعض الكطاعات اللي لازم نفرض عليها لأنه ممكن عم تدفع وما عم تدفع ولكن بدنا نتوخى الحذر بالناحية كيف بدنا نفرض وقت تحط سياسة ضريبية ما بتفكر بس بالعدالة أكيد العدالة هو أهم مشارط ولكن بتفكر بالعدالة بتفكر بتوزيع عبق هالضرائب بتفكر بسهولة تحصيل هالضرائب في عدة عوامل واحد بيفكر فيها وقت حط سياسة ضريبية فأي ضريبة بدنا نبحاط بدنا تكون بناء على دراسة لها علاقة بجدوى هذه الضريبة لأنه نحن ما بدنا نجيب إرادات وإخيرتها نضرب محلتين أي كطاع أو موازنة أو شيء نعم بختام هذا الحوار سيد ميراي بدي أسألك العهد بعد أربعة شهر تقريبا على انطلاقته أو حتى نقول تقريبا 125 يوم مروا على انتخاب الرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية السؤال هل الرئيس القوي أو الزعيم القوي عندما يصبح رئيسا للجمهورية هل قادر يفرد قوته متل ما بده ومتل ما بيتمنى بيظل الظروف والصلاحيات والعلاقات السياسية بين الأطراف بكاف يماري صلاحيته بس دايما كان ينحكى أنه الصلاحيات بعد الطائف فيها مشكلة يعني ولازم أنه تاخد صلاحيات من رئيس الجمهورية ومعاد قادر أنه بناء على الصلاحيات اللي عنده أنه يمارس دوره متل ما لازم هلأ ما أنه نظام رئاسي بس في صلاحيات لا بأس بها عند رئيس الجمهورية وعم بيمارسها بكل قانونية يعني عم نشوف شو هي القليات عم نعيشها يعني متل المراسيم القوانية رسالة إلى المجلس النواب هي بالسياسة في أعلوية الأخلاق على الأولين أحسن نص مع أحسن نص في معقولة تكتبه إذا أنت ما بدك تمارسه بشكل أو ما بدك تطبقه توصل لمشكلة وأضرب نص قانوني إذا ناس عنده أخلاق عم تمارسوا بأخلاق بتلاقي إنه الحقيقة منتظمة لحد يطلق من شفته إنه صلاحيات موجودة وبس كل واحد عم يمارس دوره وعم يستعمل للصلاحيات ولحد يطلق ما بعتقد نرجعنا لورا يعني العكس عم متقدم يمكن مش بالسرعة للرئيس اللي حابب يمشي فيها لأنه أكيد سابق كثير عم يمشي بسرعة كثير كبيرة يمكن مش بس أكيد عم بيمارسها مزبوط نعم أنا أبدأ أشكركم الوزيرة السابقة ريال حسن رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة بترابلس ونائبة رئيس تيار المستقبل أهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك السيدي ميرايا عون الهاشم عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية شكرا على هذه الإطلالة أهلا وسهلا فيكم شكرا لألك بتمنى أنه دي الحوارات المقبلة كمان تكونوا ضيوف في هذا البرنامج لنحكي أكتر وأكتر عن الوضع السياسي عن الوضع الاقتصادي أيضا عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أنا باعتبرها بالنسبة لأله حلقة مبسوط بحضوركم كمت أهلا وسهلا من عادة مرسي مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل الأعلاني عين الحلوة مخيم عين الحلوة كيف اشتعل وكيف هدأ مباشرة بعد هذا الفاصل عين الحلوة مخيم لا يكاد يهدأ حتى يعاود الاشتعال من جديد مسلسل كانت آخر حلقاتها الأسبوع تعددت الروايات حول الاشتعال وحول التهدئة لتبقى الأسباب الحقيقية رهن نتائج المعالجات القائمة أستضيف في هذا المحور دكتور أحمد عبدالهادي نائب ممثل حركة حماس في لبنان وأستضيف الحاج رفعة شناعة أمين سر إقليم حركة فتح في لبنان ومسؤول الإعلام المركزي مسأل خير دكتور عبدالهادي مسأل خير سيد رفعة شناعة طبعاً بدي أبدأ أنه شو الأسباب الحقيقية لما حدث في عين الحلوة يعني البعض ربط بزيارة رئيس أبو مازن البعض قال أنه للتأكيد أنه من بعد زيارة أبو مازن للتأكيد أنه هذه المجموعات المتشددة هي لها الكلمة الفصل بالمخيم لهذا الأمر افتعلت هذا الأمر أو أنه سارعت على قطع الطريق لما يكون ممكن الرئيس أبو مازن قد تباحثه مع المسؤولين بالنسبة لضبط أوضاع المخيم البعض ذهب إذا القول أنه ربما يكون هذا مخطط إسرائيلي يهدف إلى زج حزب الله بهذا الأمر وتكبر القصة لإلهاءه عن الحدود يعني كل هذه التحليلات وين السبب الحقيقي لو صمحت أستاذ شناع من وجهة نظرك من وجهة نظر الدكتور عبدالهادي يعني الواقع نحن فوجئنا بالتصعيد الذي حصل في اليوم الذي وصل الرئيس أبو مازن إلى مطار بيروت يعني أعتقد أن هذه الأطراف أرادت أن توجه رسالة للقوى خلينا أقول الإقليمية بأن هناك أطراف ما زالت موجودة في المخيمات يعني هي تتحكم بجزء من القرار في هذه المخيمات وقد يعني يفهم أيضا من هذه الرسالة بأن هذه الأطراف المعروفة طبعا بأن أطراف متشددة وأطراف لها وجهة نظر مختلفة كليا عن التحالف الفلسطيني الحالي يعني أنتم من وجهة نظركم كحركة فتح أن هذه الأطراف أو الجماعات المتشددة داخل مخيم عين الحلوي أرادت توجيه رسالة لمناسبة زيارة الرئيس أبو مازن إلى لبنان رسالة إلى أطراف إقليمية مين يعني الأطراف الإقليمية طبعا الآن في هناك يعني حرأك على المستوى الدولي والإقليم بخصوص الموضوع السوري موضوع الحل يعني في سوريا يعني هذا موضوع يهم لأنه ما فينا أنا يعني أستبعد ما يحصل في عين الحلوي عن ما يجيه في المنطقة ككل يعني بس أي طرف إقليمي تحديدا أرادت هذه المجموعات أن تبعث له بهذه الرسالة طبعا هي تريد أن تبعث رسالة إلى يعني إلى روسيا إلى يعني سوريا إلى النظام وفحوى الرسالة شو المقصود من الرسالة يعني فحوى هذه الرسالة أن يعني المعارضة السورية لها امتدادات في الساحة اللبنانية وهذه إحدى الامتدادات اللي موجودة طبعا مش ميناء المعارضة المعارضة السورية أو الجماعات الإرهابية يعني أنه آه طبعا أنا أصد يعني فيه فريق فيه فريقين الآن نعم إذن يعني هذه الجماعات المضطرفة تتحكم بمسار الأمور داخل المخيم برأيك يعني لا أستطيع أن أنكر وجودها يعني لكن هي لها تأثير نعم لها تأثير في الواقع الذي يجري يعني دكتور عبدالهادي هل توافق على وجهة النظر هذه أم لديك تفسير آخر حول ما حدث بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن كلام الحج رفعت يأتي في إطار التحليل لكن في الدخول في التفاصيل كون متابعين للأحداث بشكل تفصيلي في مخيم عين الحلوى منذ سنوات طويلة أعتقد أن الأمور أبسط من ذلك بكثير هناك مشكلات متجذرة داخل مخيم عين الحلوى هذا المخيم الصغير المكتظ بسكانه والذي يعيش أزمات كثيرة جدا ومن ضمنها الأزمات الاقتصادية والمعيشية وغيرها ويتأثر بشكل كبير بما يجري في المنطقة وينعكس على لبنان عموما ثم الوضع الفلسطيني بشكل خاص هذه المشكلة بالذات التي حصلت أخيرا تستغرب إذا قلت لك أن سببها فرد بدأ فحصل إطلاق نار ثم إطلاق نار متبادل ليحصل بعد ذلك اشتباك ولو كانت الأمور لها علاقة بدول إقليمية لها أجندات في مخيم عين الحلوى الآن وهذا الحدث مرتبط به لما توقف إطلاق النار ولا أوغلت هذه الأطراف داخل المخيم إيه بس الإشكال الفردي الإشكال الفردي شو خلفياته يعني سأكمل إيه هذا الإشكال الفردي بالأصل أنت تعرف أن مخيم عين الحلوى في الإجمال محزم يعني هذا ينتمي إلى هنا وهذا ينتمي إلى هنا لكن هذا وقع الحادث في بيئة فيها بعض المجموعات الموجودة داخل المخيم وجزء من اللي كانت علاقة في الاشتباك في تنظيمات وفصائل موجودة داخل المخيم وبينها ثارات ومشاكل قديمة حتى الآن لم تنتهي وتحتاج إلى معالجات وصلح بين هذه العائلات تطور هذا الموضوع فأصبح اشتباكا لكن لا ننكر في ظل هذا الكلام أن هناك محاولات فلسطينية لمعالجة مشكلات هذه المجموعات داخل المخيم وإنهاء الأذى الذي يمكن أن يطال المخيم أو خارجه إذن يمكن القول أنه بالنسبة من وجهة نظرك أنه اللي صار ناتج عن إشكال فردي تطور بالوقت يلي سيد شناعي يقول أنه رسائل إقليمية وأطراف متشددة داخل المخيم أرادت أن تبعث برسائل وربطا بزيارة أبو مازن هناك تناقض كبير بين الموقفين بالنسبة لأسباب ما حصل يعني من إشكال فردي لربطا بالأزمة الإقليمية لا أعرف وين يعني ممكن الجمع بين وجهة النظر من باب التحليل قد يكون كلام الحج رفعت صحيحا من باب التحليل لكن من الذي يمتلك هذه المعلومات عن أجندات موجودة لدى الجهات إقليمية وتنفذ هذه الأنجندات داخل المخيم فأوعزت لأطراف داخل المخيم بالتحليل نستطيع بس ما فيك تنكر أنه داخل المخيم في جماعات مرتبطة بتنظيمات إرهابية ومرتبطة بداعش يعني هذا شيء معروف لم أنكر ذلك منه شيء جديد أو شيء قائم على التحليل هذا شيء حقائق لم أنكر ذلك وأشرت إلى هذه المجموعات داخل المخيم ونحن كفصائل فلسطينية في موقف فلسطيني موحد نعمل منذ فترة طويلة والآن وهناك جهود كثيرة جدا وأخيرا كان هناك لقاءات لعلنا في الحديث يمكن أن نتطرق إليها للقيادة السياسية الموحدة في السفارة منذ يومين لمعالجة مشكلات هذه المجموعات داخل المخيم كما عالجناها سابقا ومنعنا من أن تكون هذه المجموعات الموجودة في سوريا أو في أي مكان تؤثر هذه المجموعات لتحدث إخلالا بالأمن داخل المخيم أو الجوار سيد شناعة هل سيتم تسليم المطلوبين يعني كان جزء من الاتفاق بالنسبة للجنة الفلسطينية المصغرة في عين الحلوة العمل على تثبيت قرار وقف إطلاق النار تشكيل قوة مشتركة ملاحقة وتوقيف أي مخلب الأمن ومطالبة جميع المطلوبين للقضاء اللبناني وخصوصا من غير الفلسطينيين مغادرة المخيم أو القيام بتسليم أنفسهم إلى مخابرات الجيش هل يمكن تحقيق هذا المطلب؟ يعني الواقع هناك فرق بين ما هو واجب وما هو ممكن التحقيق الدولة اللبنانية من حقها أن تطالب القوى الفلسطينية داخل المخيم بالعمل على تسليم المطلوبين نحن أيضا كقوى فلسطينية موجودة في هذا المخيم صاحبة قرار أيضا نحن قمنا بواجبنا وجهنا النداء إلى هؤلاء المطلوبين للدولة اللبنانية من اللبنانيين طبعا أن يسلموا أنفسهم للسلطة اللبنانية بس كيف بدك توجه له يعني أنه إذا حدا مطلوب بتقوم بتوجه له نداء أنه سلم حالك ما بده يسلم حاله يعني ناطر أنه توجه له نداء حتى يسلم حاله بعدما كيف عم تطلب منه أنه يسلم حاله بدك أنت تسلمه أولا هو لبناني وليس فلسطين هاي الشغل بس جزء من عمل اللجنة وجزء من الاتفاق مش تسليم هؤلاء المطلوبين يلي هني داخل المخيم العمل على تسليم المطلوبين العمل على إخراجهم العمل على تسليمهم يعني فيه هناك طرق متعددة وسابقا سابقا أيضا استخدمت أسليب ووسائل مختلفة من أجل أن يخرج هؤلاء من المخيم ولم تنجح هذه الوسائل ولم تصل هذه الوسائل إلى نتيجة يعني لكن لكن يعني أنا أتوقع أن هناك تعقيدات في هذا الموضوع ليست الأمور سهلة لأنه إذا أردت أن تطبق عمليا ليس أمامك إلا أن تخوض يعني معركة وليس مع المطلوبين مع الجماعات التي تحميهم ومع الأحياء بعد الفاصل الأعلاني رح أسأل هل تملك الفصائل الفلسطينية القدرة على تحقيق هذا الأمر الذي تم التوافق عليه إسمعنا وجهة نظر الأستاذ رفعت إسمع وجهة نظرك بعد هذا الفاصل الأعلاني نتابع هذه الحلقة في الجزء الأخير دكتور أحمد عبدالهادي هل تملك الفصائل الفلسطينية القدرة لاتخاذ خطوات تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بتسليم المطلوبين اللبنانيين أو تكفل إخراج من المخيم؟ دعني حتى أوضح هذه القضية لعلها تجيب على كثير من الأسئلة اللاحقة نحن كفصائل فلسطينية ومنذ نشوب الأحداث في المنطقة وبدأت تنعكس على الساحة اللبنانية أدركنا أن هناك تحديات كبيرة جدا يمكن أن تحيط بالوضع الفلسطيني وبالتالي كان عنا ثلاث مسارات نسير فيها المسار الأول أن لا نسمح بأن يخرج أي عمل أمني باتجاه الجوار اللبناني خلال السنوات الماضية مع أنه بذلت جهود كبيرة جدا من جهات خارجية ومن ضمنها المجموعات المتطرفة في سوريا لكي ينطلق عمل أمني أو أعمال أمنية من المخيمات وبالذات من عين الحلوي خلال السنوات الماضية نجحت الفصائل الفلسطينية بجهود كبيرة جدا ومن ضمنها الجهود من قبل جماعات مطارنة داعش داعش النصرة وغيرها وهناك تفاصيل الأجهزة الأمنية التي ننسق معها ما الذي منع؟ الذي منع هو الجهد الموحد للفصائل الفلسطينية مجتمعة منعت أن يأتي قيادات لكي تأمر الناس داخل المخيم منعنا بنى وهياكل أن تبنى داخل مخيم عين الحلوة هناك تواجد لبعض الأفراد فكريا وفي تواصل بينهم وبين قيادات وفي وقائع كثير يحكى عنه إلى أي درجة في وجود لهذا الجو داخل المخيم حجم هذا التواجد اشتغلت هذه المجموعات خارجا أن تبني بنى وهياكل مهمة جدا داخل المخيم ولكن هذه الجهود الفلسطينية الموحدة منعت ذلك منعت أن يكون هناك مجموعات تمتلك أسلحة مهمة ومتفجرات وشنط من المصاري بين أيديها لتنطلق بأعمال خارج المخيم كل ذلك منعناه بجوء كثير جدا مازال تم منع الوصول إلى هذا الوضع لماذا لم يتم القضاء على هذه الحالة داخل المخيم طالما قدرت تمنعه أن تكبر هذه الحالة هل عجزتم عن القضاء عليها؟ دعني أوضح أنا سأفيدك فكان الجهد الأساسي أن نمنع انطلاق أعمال انطلاقا من المخيمات باتجاه الخارج فكفكنا بونا كانت تبنى منعنا وجود قيادات داخل المخيم ومنعنا تواصل فاعل من أجل تنفيذ أعمال والأجهزة الأمنية التي ننسق معها وخصوصا مخابرات الجيش تدرك تماما ما الذي فعلناه خلال السنوات الماضية بقي مجموعات وأفراد متناثرة داخل المخيم تحمل فكرا كما يحمل أفراد موجودين في الساحة اللبنانية بس في أعمال فيه في نشاط فيه نشاط عم بتتم ممارسة داخل المخيم له علاقة بالجماعات الإرهابية المتشددة لماذا يسمح بهذا النشاط؟ ليس هناك أي نشاط خارج لبنان أتكلم عن المسار الأول لو سمعت أكمل لم يخرج أي عمل من انطلاقا من مخيم عين الحلوة بالخارج جنبنا مخيم عين الحلوة وهذا يعتبر إنجاز مهم جدا جدا انتقلنا منذ فترة إلى المسار الثاني وهو أن نضبط الأمن داخل عماد ياسين عماد ياسين شو كان وضعه؟ عماد ياسين أحد الأفراد المتبنين هذا الفكر والذي له علاقة تواصل عبر الإنترنت تعرفها المخابرات وقامت بعملية وتم اعتقاله داخل مخيم عين الحلوة وكنا ننسق نحن والمخابرات في متابعة هذه الحالات حتى هذه اللحظة دعني أكمل حول المسار الثاني بدنا في مطلوبين دعني أكمل حول المسار الثاني من بينيئتهم شادي المولوي فضل شاكر هلال هلال عبد فضة محمد جمعت وفي إطارة هيثم الشعبي محمد الشعبي إلى آخري لو خليتنا أكمل كان دجانبك هولي شو بضعهم كيف بدوا يتم جزء من هؤلاء من أبناء المخيم والجزء الآخر ليسوا من المخيم المسار الثاني هو الأبناء المخيم أبناء المخيم لم نفلح مئة في المئة في متابعة القضاء الاعتبارات إلى علاقة بالعشيري والعائلي كون أبناء المخيم ووجودهم متنافرين في بعض الأحياء كونهم أبناء عائلات بس لو سمحت لأنه وقتي أنا دي كيف رح بتم التعامل مع هؤلاء الأسماء المطلوبين يلي المطلوب إما تسليمون أو العمل على إخراجهم من المخيم هل سيتم هذا الأمر أم لا بالنسبة لأبناء المخيم نحن سنتعامل معهم بما يلزم في الوقت المناسب حتى لا يكون هناك أي أعمال مخلة بالأمن لا بالمخيم ولا خارج المخيم أما اللي من خارج المخيم ومعظمهم لبنانيون هناك جهود ننسقها اليوم مع مخابرات الجيش وأجهزة أمنية أخرى من أجل إخراجهم من خارج المخيم تسأل هل تستطيع الفصائل الفلسطينية لا نريد أن نخوض في التفاصيل الأجهزة الأمنية التي ننسق الآن معها من أجل إخراج هؤلاء تعرف كل التفاصيل إخراج أم تسليم نحن معنيون كون لسنا المسؤولين عن إدخالهم إلى المخيم أنا بهمني كفلسطيني أن لا يبقوا في المخيم هذه مسؤوليتي نعم من أدخل الناس إلى المخيم يسعى إلى تسليمهم أما أنا كفلسطيني من اللي أدخلهم إلى المخيم جهات كثيرة جدا داخل الساحة اللبنانية لها علاقة بتوازنات الخلافات اللبنانية أدخلت هؤلاء إلى المخيم جهات لبنانية وجزء يؤيد الثورة السورية وجزء آخر لا يؤيد أرادوا أن يقحموا المخيمات الفلسطينية منعنا ذلك حتى هذه لماذا لا تسمي؟ لماذا لا تسمي طالما هذه الجهات أنت تعرف أطراف الانقسام أرادت إقحام المخيم سمي هذه الجهات سليك تحطي دين مسؤولية أنت تعرف أطراف الانقسام داخل الساحة اللبنانية الكل أراد أن يتكون الورقة الفلسطينية رأس حربة في فتنة مذهبية سنية شيعية منعنا ذلك هؤلاء اليوم هم شغلنا الشاغل في مخيم عين الحلوة بجهد فلسطيني موحد نسعى لإخراجهم من المخيم يمكن أن يسلم جزء منهم وفق الظروف التي نستطيعها جزء آخر يمكن أن يخرج من المخيم جزء آخر يمكن أن تعالج ملفاتهم نحن نصنف هؤلاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات اللبنان شكرا دكتور أحمد عبدالهادي نائب ممثل حركة حماس في لبنان شكرا أستاذ رفعت شنع أمين سرقليم حركة فتح في لبنان على هذه الإطلالة بها الفقرة اللي إليها عليها بموضوع مخيم عين الحلوة شكرا لكم مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة إلى اللقاء الأحد المقبل اشتركوا في القناة